نرحب بكم أعزائينا المشاهدين عبر فضائيات نورستات وتلفزيون تليلومير والبداية مع العنوين جلالة الملك يحذر من الانتهاكات على الأماكن المقدسة في القدس اللجنة العليا للكنائس تدعو لوقف حرب الإبادة في شمال غزة الأردن يحمل الاحتلال مسؤولية سلامة التواقم الطبية وحماية المدنيين في غزة مليون طفلا في العالم يصلون المسبح الوردية من أجل السلام وفيها أيضا المقدسات المسيحية في القدس في حلقة من برنامج صباحكم نور من العنوين إلى التفاصيل حذر جلالة الملك عبد الله الثاني من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على الأماكن المقدسة في القدس وشدد جلالته على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائما لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد لتجنب توسع دائرة الصراع في المنطقة وأعاد جلالته التأكيد على مواصلة الأردن لدوره التاريخ والديني في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسيا لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفي سياق متصل طالبت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين ممثلة برئيسها الدكتور رمزي خوري رؤساء وممثلي الكنائس في دول العالم بالضغط على حكومات بلادهم بشأن ما تقوم به إسرائيل في شمال قطاع غزة من حرب إبادة وتهجير قصري لسكان القطاع ووقف هذه الكارثة ومعاقبة الجنات والمعتدين وأوضحت اللجنة أن الفلسطينيين خاصة في شمال غزة يعيشون في جحيم صنعه الاحتلال الإسرائيلي وقالت اللجنة أن قطاع غزة أصبح مقبرة ليس فقط للإنسان الفلسطيني بل للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان نتيجة تقاعص المجتمع الدولي عن وقف هذه الإبادة والعدوان الهمجي وحول أوضاع المسيحين في غزة أشارت اللجنة إلى القصف الذي طال كنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذوكس واستهداف كنيسة العائلة المقدسة للاتين مما أوقع مئات الجرحى من المسيحيين إضافة لاستهداف المستشفى الأهلي العربي المعمداني التابع للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية ومدرسة العائلة المقدسة كما دمر المركز الثقافي الأرثوذوكسي بالكامل واستهدفت مدرسة راهبات الوردية وجمعية الشبان المسيحية التي دمر بعض مرافقها جزئيا من جهة ثانية أكد الأردن رفضه المطلق استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لثلاثة مستشفيات في قطاع غزة واستنكاره كذلك للاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على المستشفى الأندونيسي ومستشفى العودة ومستشفى الشفاء الطبي واستهداف هذه القوات للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للفلسطينيين محمل الإسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى الميداني الأردني وشددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان صادر على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشمي على قطاع غزة بشكل فوري وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين في غزة والمرافق الإنسانية والصحية في القطاع ترأس سيادة المطران خريستوفوروس في كنيسة القديسين قسطنطين وهلان مرج الحمام خدمة القداس الإلهي سامى خلاله الأخ نضال سمعان شماسا إنجيليا وبعد نوال البركة خاطب سيادته الشماسة قائلا لقد تحققت أمنيتك لتكون خادما في كنيسة المسيح بنعمة الروح القدس لتمنحك التواضع والصبر بالمحبة المصطوبة على ظلم الآخرين فتقو يا ابني واخلع إنسانك العتيق والبس إنسانك الجديد بنعمة الكهنوت لتكون شماسا ويوم الأحد كاهنا لتخدم كنيسة المسيح وفي نهاية الخدمة سلم سيادته الإرشمندريت أثناس يوسقاقيش مهامه الرعائية في كنيسة القديسين قسطنطين وهلان بمرج الحمام بالتعاون مع الأيكونومس إليكسوس ولجان الكنيسة عونه في الخدمة عدد من الكهنة والشمامسة بحضور الرعية وذوي الشماس الجديد القادمين من بيت جالة في الأرض المقدسة وفي احتفال حاشد حضره عدد كبير من المؤمنين سيم الشماس شرب الأبو سعدة كاهنا على مذبح الرب وذلك خلال قداس إلهي ترأسها المطران ياسر العياش النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك في القدس بحضور عائلة الشماس وجمع من أبناء الرعية المزيد في رسالة الأرض المقدسة عرص كهنيطي للشماس شرب الأبو سعدة المخلصي الذي أقيم في كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين الكاثوليك في مدينة بيت سحور وذلك بوضع يد صاحب السيادة المطران ياسر العياش الكلي الوقار النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك في القدس وبحضور حجد كبير من المطارنا من مختلف الكنائس والكهنة والشمامسة والراهبات وبحضور أيضا عائلة الشماس والعائلة الكبيرة والصغيرة وممثلي جميع المؤسسات الدينية والمدنية وجمع غفير من المؤمنين من مختلف المناطق ترجمة نانسي قنقر الاحتفال الكهنوتي بدخول الموكب على وقع تراتيل الجوقة الكنيسة وتخلل القدس قراءات من الإنجيل المقدس والعذة وصلوات وكلمة المتران العياش ورتبة السيام الكهنوتي المقدسة واحفظ هذه الكرمة والمها لأن لا يمينك فترستها ويسينك لا يسرد نصر الله لكن لا يمينك فترحمنا أنت مسجد الرح المعزم تدفقت النعمة عليك بأسرار وجعلتها بشيرا بالسلاع خاصة في أيام شهدت مضيعة بقروق النعمة متكلما باللسان الماري عن أمور الإلهية وبعد ارتداء الكهن حلته الكهنوتية قرعت الأجراس مبشرة بولادة كهن جديد ورسول جديد للرب يسوع المسيح وبهذه اللحظات المقدسة وبكلمات المطران مستحق 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 صفق الجميع مع انطلاق الزغريت وقبلة السلام سيم الأب شاربل أبو سعد المخلصي كاهنا على مذابح الرب نشجح الشباب والصبايا من أجل أنه يصير عندنا دعوات رهبانية بكل الرهبانيات خصوصا بالأراضي المقدسة وإحنا اليوم بحاجة إلى كثير وهالشاب هذا نشوف شاب قدامنا بيعز عطاه ويعز طلعته بأول طلعته بيبين حبه للمسيح وتكريسه الكامل لحياته بشهادة الرهبانية لسيدنا يسوع المسيح بتسجح الشباب كلهم الصبايا إنهم كمان هم ينخرطوا في عالم الرهباني سواء كانت رجالية ونسائية لخدمة شهادة سيدنا يسوع المسيح حتى لين ينشر اسمه ينشر رسالة المحبة والخلاص والسلام بها الأيام هاي وإحنا منعرف أن الرهبان أكثر ناس سموا اللي بيصلوا بيشتغلوا وبيصلوا وبالتالي هم بيصلوا مشاننا إحنا اليوم أنا صليت للدعوات الكهنوتية والرهبانية وبطلب من الله أنه يبارك كل رهبانياتنا خصوصا بالأرض المقدسة لأنها بحاجة إلى دعوات كهنوتية رهبانية بالذات دعوات رهبانية اللي تخدم الرسالة وتخدم أخونا الإنسان بها أرض المسيح أرض المسيح وشكرا كثير لنورسات اللي دايما بتابعنا وبشجع من خلال تقاريره دايما بشجع الشباب وبشجع الكل على يتنمي فيهم فكرة الدعوة الكهنوتية والرهبانية دموع الأم ذرفت بفرح وعناق الأب والإخوة فرحة لا توصف لتقدمة ابنهم الأب شاربل لخدمة هيكل الرب ونشر كلمة الإنجيل المقدس هي فرحة الأهل والكنيسة والمدينة والمحافظة بولادة كاهن جديد تكفيك نعمتي لأن في الضعف تظهر كمال قدرتي هذا هو الشعار الذي اتخذه الأب المخلصي أكيد بتظل هذه الظروف الصعبة أنا أخذت نعمة الكهنوت هالنعمة هي اللي بمحال المحلات ترجع بتذكرنا أنه الله حي مازال موجود ومازال مع شعبه ومازال يغدق على شعبه بركات وقداسات ولما ربنا يعطيني هاي النعمة بظل هذه الظروف الصعبة مسؤوليتي كبيرة وحملة قيل إلا أنه بإذن الله بفضل نعمته هو اللي حكا لي تكفيك نعمتي بإذن الله رح نكون قادرين بيسوع المسيح وحده الذي يقوينا لنحمل هاي الرسالة وننشر ملكوت الحب في كل العالم مبارك للأم الرهبانية الباسيلية المخلصية ومبارك للكنيسة هذا العرص الكهنوتي للأب شاربل عيسى أبو سعد المخلصي للنرسات مارلن الحدوى من كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين الكاتوليك بيت ساحور استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبي الحداد على فضائية نورسات الأب جوزيف السويد النائب الأسقفي للكنيسة المارونية بعمان حيث تناول الحديث الأوضاع الأمنية السائدة في لبنان وما يتعرض له الآن من دمار وقصف ونزوح وقدم الأب السويد باسم الشعب اللبناني الشكر والتقدير للأردني حكومة وشعبا وقيادة على المساعدات الإنسانية التي يقدمها للبنان في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها هذا البلد الشقيق كونوا معنا العنوان في لبنان طائفية في 18 طائفة وتقسيم طائفة أثبت اللبنانيون أنهم يمقتون ولا يعترفون ويرفضون الطائفية 100% صح وهذا اللي حدث سمعنا أبونا لما لما إخواننا بالجنوب يهربوا من هذا الغضب من هذا الشر يجدوا ملجأا لهم في بيوت إخوتهم المسيحيين حدثني عنه يعني أنا من عمان عم نحكي من عمان بلد الوئام والتآخي والتعايش عم نشوف هذا الحكي عم بترجموه بدي أقول لك شيء أبونا رح يفاجئ يمكن شوي الناس وأنا هايدي مؤمن فيها هايدي الثقافة اللي نحنا كمسيحيين في لبنان وفي الشرق إذا بدك بالحقيقة صارت صارت بيلت إن أوكي يعني خلص سكنت فينا هالثقافة ثقافة السلام هاللي منيخدها من القديس من نحن وصغار منذ نعومة أظافرك بتقول كم مرة بالإديس أبونا نبيل بتحكي عن اللي بتسميه السلام طوبة للساعينة إلى السلام فإنهم أبناء الله السلام لجميعكم السلام أعطيكم لا كما يعطي العالم كم مرة بتحكي عن نشيد السلام اللي بتقول فيه طوبة للساعينة إلى السلام بعدين اذهب وصالح أخاك ثم عد وقرم قربانك وإلا كل حياتك بلا طعمي كم مرة بتسمع بحديثنا عن ثقافة السلام أو حضارة السلام جائزة نوبل للسلام هذه مش جايزة بتنعطها مرة بالسنة أبونا أنا اليوم عن جد أقدمها بكل فخر واعتزاز لها الهامة الوطنية عن جد شرئية بدي سميها بالعباية الهاشمية جلالة الملك لأنه أنا ما شفت حتى ولو بدك تقولي لا فيه بلك ما شفت وإذا ما أعطيه إياها السنة حقيقة لازم يكون في شيء هيك يدفش حول هيدا الشغل بس أكتر من هيك نحن اليوم عم نحكي أبونا عن منا يوم عالمي للسلام أرخي أداية البابا إذا مني غلطان بولوس السادس بولوس السادس قال كل واحد كانون التاني هو يوم عالمي للسلام لأنه منبلش السنة مع أمير السلام يسوع المسيح لا هي منا نهار هي ثقافي هي منا مجرد لوحة فنية أو منحوطة تعملها للسلام أو أبيات شعرية أو يمكن مثلا لحن أبونا جوزاف عاملك عامل كتير ألحان ومنهم بياناتهم كتير إشي عن السلام لأنه السلام صارت فينا صارت ثقافي منا أبيات شعرية منتغنى فيها منسمع الأغاني اللبنانية منقول سبحانك يا الله بيحكي بمرض أنت منا رتبة هي منا رتبة هي منا بيانات منا شعارات هي شغلة صارت إذا بدي أقول طبخت الأم بالبيت التقى أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربي في مكتبة سعادة سفير الكرس الرسولي لدى المملكة ممثلي قداسة البابا المونسينيور جوفاني بيترو دالتوزو وبحث الطرفان العلاقات الثنائية بين عمان والفاتيكان وآليات التعاون والعمل المشترك وأشهد السفير دالتوزو بمستوى التطور الذي وصلت إليه مدينة عمان في كافة المجالات مبديا استعداد الفاتيكان لتعزيز التعاون والعمل المشترك شددت الحكومة الأردنية على ضرورة تسهيل الإجراءات للقادمين للعلاج والاستشفاء من الخارج والتعاون كذلك مع السفارات الأردنية لدعم جهود القطاع الخاص الطبي لما يتمتع به من إمكانيات واسعة وخبرات بشرية كفوة جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع عددا من الوزراء والمسؤولين المعنيين أكد خلاله حرص الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص وجميع الجهات المعنية باستياحة العلاجية والاستفادة من المكانة الطبية المميزة للأردن في العالم كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوات المطلوبة لتفعيل القطاع الصحي وتحسين الإجراءات التي تسهل وصول المرضى وقاصد العلاج والاستشفاء إلى المملكة وسبل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لإظهار المزايا التي يوفره هذا القطاع وترويجها في دول جديدة في إطار تعزيز جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية زار رئيس هيئة الإغاثة الكاثوليكية السيد شون كالهان كاريتاس الأردن برفقة وفد رفيع يتضمن المدير الإقليمي السيد هان المهدي ومن مكتب الهيئة في القدس ممثل المكتب السيد جيسون ناب والسيد إلياس قريطم مدير العمليات والسيدة كورونيلا سيج مديرة البرامج جاءت هذه الزيارة تضامنية ومباركة بمناسبة افتتاح مكتب الهيئة في الأردن بدأت الزيارة بمقر إدارة كاريتاس حيث استقبلهم المدير العام السيد وائل سليمان والفريق الإداري بالإضافة إلى عدد من العاملين وخلال اللقاء استمع السيد كالهان إلى عرض مفصل حول المشاريع والمبادرات الحالية لكاريتاس الأردن مع تسليط الضوء على الاستجابة الإنسانية للأوضاع في غزة كما شهدت الزيارة مراسمات تشيني مكتب هيئة الإغاثة الكاثوليكية في الأردن بحضور السفير البابوي لدى المملكة سيادة المطران جوفاني بيترو دالتوزو وقد تم التأكيد على أهمية افتتاح المكتب كخطوة استراتيجية لدعم رسالة ورؤية كاريتاس في مساعدة المحتاجين وتعزيز التنمية المستدامة وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين كاريتاس الأردن وهيئة الإغاثة الكاثوليكية وعقب ذلك عقد السيد كالهان بمشاركة السفير البابوي والسيد وائل سليمان اجتماعا مع سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس مجلسي أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حيث تم التناول دور هيئة الإغاثة الكاثوليكية وأهمية الشراكة والتواصل المستمر مع الهيئة الخيرية الهاشمية خاصة فيما يتعلق بجهود إيصال المساعدات إلى غزة واختمت الزيارة بجولة في إحدى مستودعات هيئة الإغاثة الكاثوليكية حيث تم عرض عمليات فرز وإرسال المساعدات الإنسانية مما يعكس التزام الهيئة العميق بالعمل الإغاثي وتلبية احتياجات المجتمعات المتضررة أطلقت في عمان الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى خلال مؤتمر حضره رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إضافة إلى عدد من الوزراء والنواب والمسؤولين العرب وفي كلمتها أوضحت بني مصطفى أن إشراك المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية وتعزيز دورها الاجتماعي يسهم في حل العديد من المشاكل الاجتماعية مؤكدة أهمية وجود نساء في مواقع صنع القرار حيث تصبح قضاياهن وقضايا مجتمعاتهن وأبنائهن في مقدمة الأولويات من جانبه عرب العسومي عن اعتزازه بإطلاق أعمال المؤتمر من الأردن الذي يعتبر نموذجا في تمكين المرأة مؤكدا أن البرلمان العربي يولي قضايا المرأة العربية أهمية قصوى يشار أن الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية تركز على تمكين البرلمانيات وتعزيز فرص نساء في العمل البرلماني انطلاقا من أهمية دورهن كشريك أساسي في عملية التنمية نتشرف بأن نكون الرعين لهذا الإطلاق للوثيقة البرلمانية للمرأة العربية الذي أعدها البرلمان العربي وهدفها الأساسي هو زيادة تمكين البرلمانيات وتركز الوثيقة على عدة محاور أساسية وهمة مثل جانب تعزيز مهارات النساء فيما يتعلق بالتشريع وبالرقابة أيضا كيف يمكن أن تتعامل البرلمانات وأن تكون بيئة صديقة أكثر للتمكين السياسي للنساء التأهيل والتدريب وخاصة ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية وأيضا أشارت الوثيقة إلى أنها وثيقة حية بعد اعتمادها من كافة البرلمانات ومن البرلمان العربي أيضا هناك مجال لتطوير هذه الوثيقة بحيث أنها مفتوحة من أجل أي توصيات وعبر الطرق التي يوفرها البرلمان العربي بمناسبة اليوم العالمي للعصى البيضاء احتفلت المدرسة الأقصفية العربية في إربد بافتتاح معرض الوسائل الخاص بالتعليم الدامجي لذوي الإعاقة البصرية ويهدف هذا الاحتفال إلى نشر رسالة مفادها أن التعليم هو حق أساسي للكفيفي لدمجه في المجتمع المحلي تفاصيله أوفه في التقرير التالي بمناسبة اليوم العالمي للعصى البيضاء هالعصى اللي بيرتكز عليها الكفيف أو ذوي الإعاقة البصرية وبيعتبرها العمود الفقري لحياته من هالمبدأ ومن واجبنا كمجتمع ومدارس بالأخص التي دمج الطالب ذوي الإعاقة البصرية بالمجتمع احتفلت مدرسة ثانوية الأسقفية العربية بافتتاح معرض الوسائل الخاص بالتعليم الدامج لذوي الإعاقة البصرية وإطلاق النشرة التوعوية بإتيكاة التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية واللي استمر على مدار ثلاث أيام هالمعرض كان تحت رعاية وزير الثقاف الأسبق معه لسيدة هيفاء النجار بحضور مدير مديرية التربية والتعليم لقصبة إربد الدكتور تيسير الجراح ومدير مكتب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإقليم الشمال السيد أحمد الخصاونة وعدد من أولياء أمور الطلاب وأكيد بحضور القسيس سمير سعيد راعي كنيسة الأسقفية والسيدة السباح الزرقات مديرة المدرسة بالبداية السلام الملكي كان حاضر لنبلش فيه فعاليات المبادرات الطلابية والمعرض وليوجه من بعدها كل من القسيس سعيد والسيدة صباح كلمة شكر يعبروا فيها عن شكرهم ويمتنانهم للحضور ويأكدوا على إن الشخص ذوي الإعاقة بحقه اللي كفله الدستور الأردني كأبسط حقوقه من التعليم والدمج بالمجتمع المحلي ولتركز الزريقات وتأكد على إن المدرسة بترتكز على ثلاث أفكار وهي التأكيد على إن جميع الطلاب بتعلموا وخلق ثقافة التعاون بينهم والتأكيد عن نتائج وهالمعرض لهو معرض الوسائل بيأكد على هاي الأفكار الثلاث إضافة لإطلاق كتيبات التوعية والطرق الإرشادية وتعزيز مفهوم التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي بتعليم الطلاب المكفوفين نتعنى بتعليم الطلاب المكفوفين وضعاف البصر منذ أكثر من 22 عام اليوم نحتفل باليوم العالمي للعصى البيضاء اللي دايماً بصادف بـ 15-20 الأول ونحب بهذه المناسبة يكون لنا بصمة خاصة كما في كل عام لنا بصمة خاصة لحتى نعزز حقوقية الطالب الكفيف بالتعليم الدامج الذي كفله الدستور الأردني اليوم أطلقنا مبادرة فيها ثلاث كتيبات مع معالي هيفة نجار وعطوفة مدير تربية قصبة إربد الأولى الدكتور تيسير الجراح كانت المبادرة الأولى وحلو نعرف أن هذه المبادرات الطلاب هم مشتغلوا عليها بأنفسهم وأطلقوها من خلال استراتيجية التعلم اللي إحنا منطبقها بالمدرسة التعلم من خلال المشاريع فكانت المبادرة الأولى بتتحدث عن خطوات الأمان إتيكاة التعامل مع الكفيف كيف نحميه من المخاطر في الشارع فهاي رسالة للمجتمع المحلي لمساعدة الطالب الكفيف أو الشخص الكفيف المبادرة الثانية كانت هي عبارة كمان دليل إرشادي شامل بالإعاقة البصرية وما المقصود بالتعليم الدامج من المستفيد من التعليم الدامج أهم الأمراض التي تصيب بالعين كيف نعالجها فهي نشرة توعوية كمان حتى تساعد العائلات اللي عندهم طلاب ذوي إعاقة بصرية كيف يتعاملوا مع أولادهم وآخر كتيب كان عبارة عن دليل لأهم الوسائل اللي إحنا بنستخدمها بالتدريس للطالب ذوي الإعاقة البصرية وضعيف البصر وإحنا كمان كلنا شرف وفخر إنه قدرنا اليوم إنه نفتتح المعرض الأول للتعليم الدامج في المدرسة الإسقفية برعاية معالي هيفا نجار والدكتور تيسير مدير قصبة إربد في المعرض في وسائل مختلفة بلشنا كيف كانت البدايات قبل 22 عام من المواد البسيطة في البيئة ودرجنا لوصلنا للتكنولوجيا وللروبوت وكيف إنه هاي التكنولوجيا طوعناها إنها هي تساعد الكفيف لحماية نفسها من أي مخاطر هوائية ممكن إنها تصادموا فكل الشكر والمحبة لكل ضيوفنا اللي شرفونا اليوم وشكر خاص لكم نورسات لحضوركم ومتغطية هذا البرنامج اللي أنتو دايما معنا وتدعمونا كل الشكر والاحترام وربنا يبارك عملكم وخدمتكم فقرات كثيرة قبل ما يتم ابتتاح المعرض قدمها طلاب وطالبات المدرسة من دبكة ووصلة لنائية في الكلورية من أذانينا اللي منعتز ومنفتخر فيها وبعدها لا يشرح طلاب المدرسة من صفوف مختلفة المبادرة اللي أطلقوها وهي إتيكيت التعامل مع الشخص الكفيف وإطلاق كتيبات كيفية التعامل معهم كمان وأكيد شرحها قدام معاليها والحضور لتنطلق جولة معاليها وتفتتح المعرض وبكل طاولة كانوا الطلاب يشرحوا عن طاولتهم والفكرة اللي بتتبناها وبهيك المعرض ببلش بالأدوات اللي بيستخدمها الكفيف قبل عملية القراءة ليتعرف على الأشياء والأدوات وبكل مرحلة بتطور التعليم للكفيف لحتى ما يصير ويكون قادر على استخدام جهاز الكمبيوتر بالطرق الحديثة بآخر مرحلة بالمعرض واللي بصراحة ترفع لهم القبعة تم تصميم روبوتات من نظارات وساعات وحتى جهاز بيطبع منه الكفيف كل إشي بيسمعه بالحصة ليكون قادر على مراجعته مرة ثانية بالبيت معاليها والحضور كانوا جدا ممتنين من اللي عم بيسمعوه واللي عم بيشوفوه بتنصيق من الطلاب مع الكادر التعليمي والإداري بالمدرسة وأشادوا بهذا الإشي وليرجعوا وأكدوا على أنه سيدنا أبو حسين دايما بولي اهتماماته بشكل كبير للأشخاص ذو الإعاقة وحق دمجهم بالتعليم وبالنهاية تم تقديم لمعاليها هدية بسيطة تراثية ولمدير تربية إربد درع كنوع من الشكر والإمتنان على المتابعة والإهتمام من إربد لقناة نورسات عادل وشامل في الأرض المقدسة وغزة ولبنان كرسالة حب وتضامن من عاصمة السماء لكل طفل يتألم في هذا العالم وصل الأطفال بصورة خاصة لأطفال غزة الذين حرموا من مدارسهم وبيوتهم وهم مشردون اليوم في الشارع ولأطفال لبنان والضفة الغربية ولكل طفل في العالم يعاني وييلات الحرب والدمار والحقت والكراهية طالبين من الله أن تتوقف الحرب ويمنحهم السلام نظمت مبادرة سندك الأردنية بالتعاون مع منظمة عالم بلا أيتام ورشة عمل في العاصمة عمان بهدف إطلاق مشروع مجموعات الأمل في كل من الأردن وفلسطين بمشاركة ممثلين عن جمعيات ومؤسسات محلية وأقليمية وقد ركزت الورشة على تدريب المشاركين حول كيفية تقديم الدعم النفسي للمتأثرين بالحروب والنزاعات مع التأكيد على أهمية حماية الأطفال من جميع أشكال العنف ودعم المجتمعات المتضررة من الأزمات ويشكل هذا المشروع خطوة هامة نحو تحسين حياة الأسر المتضررة في الأردن وفلسطين بما يعزز استقرارها وتأمين الحماية لأطفالها من التأثيرات النفسية طويلة الأمد اختتمت في إسطنبول يوم الأربعاء الماضية فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الذي نظمته الجمعية الأردنية للعلوم التربوية بالتعاون مع جامعة اليارموك بعنوان رؤى وأفكار لقضايا في التعليم العربي ويهدف المؤتمر الذي شارك به الأب الدكتور إبراهيم نفاع المرشد الروحي للأخويات المريمية في الأردن نخبة من الباحثين والأكاديميين والتربويين من الأردن وعددين من الدول العربية إلى البحث في التحديات التي تواجه الأنظمة التربوية في العالم العربي إضافة إلى تبادل الخبرات بين المشاركين وتشجيع الإبداع والتميز في العملية التعليمية وتطوير مهارات التربويين بما يتوائم مع العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي وناقش المؤتمر الذي ترأسه الدكتور راتب السعود مجموعة من المحاور تشمل القيادة التربوية والمناهج وأسليب التعليم والتعلم وعددا من أوراق العمال وجه الكاردنال لويس روفايل ساكو كلمة إلى المسيحين الشرقيين الكاتوليك دعاهم لأن يدركوا أنهم في الكنيسة الشركة في جسد المسيحي عليهم الالتزام بقوانينها وتعليماتها كما يتعين على المؤمنين بالمعلم رجالا ونساء أن يعيش تعليمه في واقع حياتهم ويشهد له بسلوكهم اليومي من خلال الإصغاء إلى نداءات الله الأب المحب وتجسيد دعوات المسيحي لتعزيز الأخوة الشاملة والمحبة غير المشروطة والتضامن والعمل لبناء بيئة مناسبة ليعيش فيها الجميع بحرية وكرامة وسلام واستقرار وأضاف غبطته في رسالته على كل مؤمن إكليريكيا كان أو مكرسا أو مؤمنا أن يعي معاني رسالة المسيح برؤية واضحة وأن يتصرف بفكره وقلبه وعلى الأسقف كذلك أن يتمسك بعلاقاته الطيبة مع رئاسته ومع الأسقفة أخوته وكهنته والمؤمنين الموكلين إلى خدمته وختم الكاردنال ساكو مشددا على أهمية التنشئة المسيحية الصحيحة في المعاهد الكهنوتية وأديولة الراهبات والرهبان وفي العائلة أثناء فترة إعداد المخطوبين وأيضا في المعاهد التثقيفية ودورات تنشئة معلمي التعليم المسيحي احتفلت كتدرائية أسقفية قطر في الدوحة التابعة للبطريركية الأورشالمية بعيد تذكار القديس إسحاق السرياني حيث ترأس سيادة رئيس أساقفة قطر كيريوس ماكاريوس خدمة صلاة الغروب الكبرى مع تقديس الخبز مصحوبة بترانيمة باللغات العربية واليونانية والسلافية بحضور رجال الديني وأبناء الرعية كما ترأس سيادته في اليوم التالي خدمة القداس الإلهي بحضور سفراء اليونان وروسيا وقبرص والقائمين بأعمال سفير جورجيا وسفير صربيا وجمع من المؤمنين وبعد القداس أقيم زياح وأيقونة القديس إسحاق السرياني وتبع ذلك حفل استقبال في القاعة الرئيسية قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج رايحة حلقة مميزة بعنوان المقدسات المسيحية في القدس وقد استعرضت الحلقة أهم الحقبات التاريخية التي مرت بها مدينة القدس خاصة في القرون المسيحية الأولى فإلى هناك يعني أنا لما بقعد بتساءل مع أنه في ناس كتير بقول يا دكتورة أنت عم تحكي هذا الكلام مش مزبوط منك لأنه لازم يكون عندنا رجاء وإذا إحنا يعني عم نحزن عن اللي بيصير ولا تحزنوا كمن لا رجاء لهم فإحنا عندنا أمل وعندنا رجاء ممكن إحنا عم نوجه هلا نداءاتنا لباقي الدول المجاورة والدول الأخرى أنها ترفع هذه الصلوات أيضا لعل ربنا يرحمنا ويعطي هالأرض المقدسة هالسلام ويحمي هالأطفال اللي قاعدين عم بتقتلوا هالنساء اللي قاعدين عم بترملوا هالنساء اللي كمان بيستشهدوا والرجال الكبار السن اللي قاعدين عم بتنهدم عليهم البيوت والعمارات وعم بيندفنوا أحياء تحت الركام يعني عم منشوف مشاهد جدا بشعة يعني ومنقول إنه الإنسان عم بيعمل هذا الشيء للإنسان الإنسان اللي خلقه الرب على صورته ومثاله هذا الإنسان اللي عم بتعرض لهذا النوع من الأزى والألم فإحنا منحزن يعني عم نحزن إنه إحنا كبشر وعم منحكي هذا الكلام خلال الميديا والإعلام ومنكتب على المواقع وعلى التلفزيون نطلع تنحكي عن الرجاء والأمل والصلاة والسلام والمحبة والتعامل مع الآخرين وعم نيجي ونجد الآخرين اللي عم منصلي لهم عم بيعم بيشتبكوا مع بعض وبيتعاملوا مع بعض مش بإنسانية ولا بشرية فبهالوحشية هذي اللي قاعدين بعض الأشخاص أو بعض الجهات أو بعض هالنزاعات اللي عم بتصير بعض الوحشية اللي عم بتعرض فيها الإنسان الآخر بغض النظر الإنسان مسيحي مسلم يهودي نحن عم نحكي على كمية الدمار وكمية الوحشية والأزى اللي عم بتعرضوا فيها البشرية ونحن ربنا يرحمنا جميعا برحمته ومنظلنا ندعو ربنا يرحمنا جميعا برحمته يا رب طل علينا ورحمنا ورحم هذول الأشخاص اللي عم بيعيشوا هذا الألم إن كان بفلسطين إن كان بلبنان إن كان بسوريا إن كان بكل الدول باليمن وبالعراق يعني ما في حدا سالم بهذه المنطقة وهذه المنطقة اللي نسميها المنطقة المقدسة شو معنات مقدسة؟ الأرض المقدسة ما معنى الأرض المقدسة؟ مقدسة يعني من قدس الله قدسية الله يعني هي مكان خصصة وبنية وعملة لأجل تكريم الإله هذا القدسية اللي من نحكي حتى اسمها بالعرب القدس مقدس المديني من نوجع باللغات القديمة بالعبرانية من قول أورا شليم أورا مديني شليم شلوم شليم فرل السلام نعم فهي التي لم تفضلتي لم تدق السلام من أيام زمان زمان يعني وش من العهد القديم بالعهد الجديد نشوف في إنجيل يوحنى 24 ستة وثلاثين يعني بيطلع بيسابق علمه بيشوف الويلات اللي ما رقيت فيها وبيشوف الويلات اللي جايه بيشوف التاريخ كله يسوع المسيح من أعماق قلب قال رشليم رشليم يا راجمة الأنبياء والمرسلين كم ودد أن يجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها وأبد يعني كان يتألم على المدينة وتنبأ بأشياء كثيرة رح تحصل في مدينة القدس وما زلنا المعاناة مستمرة حتى يوم من هذا الأسف تهدى كم من سنين بتوجه لأن الحقوق ليس معطابة بعدالة لأنه طمع الإنسان وجشعه هو سبب كل يعني بالزمنات قاعدوا على طاولة المفاوضات الفلسطينية بأوسلو مع الإسرائيلي وفيما بعد الاتفاقيات اللي حصل وبس كل ما بيجي يعني بيجي رئيس وزراء جديد في إسرائيل بقلب الطاولة بيجي يرضي جهات متشددة من طائفة معينة عندهم فبيقلب الاتفاقيات ومن طول عمرهم هم وما بوفوا بالوعود هلأ القدس تحوي عدة حضارات وحسب التاريخ أنه كل حضارة بتقوم على الحضارة لقبلها بتندثر وبتقوم فوقيها بتندثر وبتقوم فوقيها فيعني لما أنت بتسأل أنه ماذا يوجد تحت هذه الحضارة القائمة حاليا يعني هذه الأرض هذا يعني كثير في من الأثرات مع هالحفريات وهيك بباطن الأرض كانت مدمولة وتنبنى عليها حضارات أخرى هلأ احنا مش على أنه مثلا أحقية اليهود في مطالبة بأنه هيكل سليمان وهذا الحائط طبع حائط سليمان وما كان الحرم القدسي عند مسجد الأقصى اللي بتدعو فيه أنه هناك النبي إبراهيم يجاية التنوير والتدخل الإلهي وقت ما منع أنه ربنا يقتل إبراهيم إصحاء يعني في مساحة الحرم أنه بيعتقدوا أنه هناك تم التنوير رواياتنا المسيحية مختلفة روايات مختلفة فإدعاءاتهم موجودة هنا يعني يعني هو يؤمنون فيها أنه هذه هذه إدعاءات هلأ موجودة عبر التاريخ أينما كانها بالضبط ما منعرف يعني مثلا لما رحنا على مدئة الأدس لما زرناها كان يقولوا لنا أنه هون يسوع المسيح لما صعد إلى السماء هون إجروا هادي هون هل صحيح أنه بهذه البقعة أنه التاريخ والأماكن اللي حسب سرد بالإنجيل المقدس يعني بقول لك يعني بحدود هاي المنطقة بس مش بهذه البقعة بالذات يعني في كتير أماكن يعني لما الصخرة اللي كان يسوعي يبكي عليها ويصلي عليها بالجثمانية باستان الزيتون أنه أيا أيا وين هي الصخرة شو موجودة الصخرة واي شجرة زيتون واي شجرة زيتون يعني هو مش أنه البقعة بالضبط هذه المكان أكيد أكيد هو الرمزية يعني جبل الزيتون الرمزية كل حجر فيه صار بالنسبة لإنه مقدس كل شجرة زيتون فيها مقدسة بسفر أعمال الرسل ببينه كيف التلاميذ بلشوا يسمه العمل بعد اهتداء القديس بولوس قرر القديس بولوس هو يذهب إلى الوثنيين والقديس بطرس يبشر اللي من أصل اليهودي فتأسست الكنيسة بالقدس وأصبح فيه خمس بطراكيات أساسية اللي ظلت مستمرة للألف وارمعة وخمسين قبل الإنشقاق الكبير والخزام الكنيسين نعم الشرقية والغربية نحكي عن القدس أبرشيد القدس نحكي عن قسطنطينية نحكي عن أنطاكيا نحكي عن إسكندوية نحكي عن روما نعم الخمس كواسي الرئيسية اللي فيما بعد بنشوف كيف تفرعت العائلات حسب اللغات اللي كانت تصلي فيها نعم فالتقسيم ليس طائفي هو تقسيم طقصي هو تقسيم إذا جاز التعبير فيه هو الغنى الفسيفسائي في التنوع بالحضارات والثقافات اللي انعكست على التقاليد الكنسية حتى على الأسرار نشوف بأفريقيا كيف بالكنيسة بعزفه بغنه بركله بطبيقة بالنسبة لنا لافت للانتباه يعني مستغرب أنه كيف برقصه أنا هذه ثقافاتهم دائما كان التقس يلبس الثقافة السائدة في المنطقة فهي مكانت اختلاف عقائدي كان أتراك بكتركيا بقسطنطنية بأنطاكيا بدماشك سوريا بلبنان بالطقس الماروني بالقدس الطقس الأرثوذكسي الشرقيين الملكيين الكاثوليكيين وبروما الطقس الرومان الكاثليك يعني اللاتين كمان فكل طقس بيحمل الثقافة بتاعت البلد اللي بمشهد فيها واللغة الحكة فيها وهذا مش غلط مش غلط بالعكس يعني تنوع بس فيما بعد بعد الـ 1054 صارت الأشياء عقائدية طلعوها دي تجادلوا فيها بس هي بالأصل هو هذا التنوع غنى يعني موما أقول كنيسة بأرمينيا مثلا تصلي بلغة مش الأرمينية مش لغة البلد وحافظوا عليها حتى بعد الإبادة وبعد التشرد وبعد اللي صار كله ما زالوا الأرمينيون بصلوا بدل تقس الأرمين إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا وقبل ختام هذا تذكيرا بأبرز ما جاء فيها جلالة الملك يحذر من الانتهاكات على الأماكن المقدسة في القدس اللجنة العليا للكنائس تدعو لوقف حرب الإبادة في شمال غزة الأردن يحمل الاحتلال مسئولية سلامة التواقم الطبية وحماية المدنيين في غزة مليون طفلا في العالم يصلون المسبح الوردية من أجل السلام للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نورسجو.org طابت أوقاتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر